بلشنا صباحنا نيربين وحكينا عن ضرورة الإيجابية بحياتنا وقديش نحن مهم اليوم نبحث على الأشخاص الإيجابين بحياتنا هدول الأشخاص اللي دائما بيثنوا على جهودنا ولو كانت شي بسيط يعني دائما دول أشخاص بيعطونا دفع للأمام والأشخاص اللي دائما ما بيستهنوا بالقدرات اللي يعني الأشخاص اللي دائما بيقولونا برافو وللأمام يعني قديش اليوم نحن بنفتقد هدول الأشخاص بحياتنا صحيح راشا يمكن طبيعة الحياة اللي عم نعيشها والضغوط عم تخلي أغلب الأشخاص المحيطين فينا يكونوا سلبيين ونحن عمان فينا ننكرحان كتير متحول الأشخاص سلبيين ويعني دائما لما نحكي عن السلبي دائما كلمة القلق تترافق مع هاي الكلمة وهذا الشي ما نهو كلام عبث قداش منشوف هذا الشي عمين نعكس على أجسادنا على صحتنا على نفسيتنا حتى على قدرتنا على أداء مهامنا اليومية أتكيد نربينو خاصة بالفترة الماضية يعني مثل ما قلتين نحن فترة من الفترات يعني بس القصة أكيد مو بيدنا يعني دائما نفس الطبيعة ونفس البشرية يعني بتتأثر بالظروف اللي عم نعيشها مرأة الأزمة اللي ماضية كانت سلبية على الجميع هاي السلبية صدرت الخوف وصدرت الآثار السلبية إن كان للأشخاص اللي هنن كانوا بقلب الحدث أولى لنا بشكل عام الداليوم السلبية بتأثر على مسار الحياة وبتأثر على كل الأهداف اللي نحن ممكن نرسمها بحياتنا ونروح للفشل هاي الفشل يعني الحالة كلمة كتير بشعة وكتير صعبة وكتير لحنا اليوم لازم نبعد عنها ولو بهدول الأشخاص الإيجابيين بدنا الصائح الحلوة بحياتنا صحيح حرش أنا أحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بسعدنا أن نرحب بمدربة التنمية البشرية رائدة أبعقر يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الأمل والتفاؤل والله يبعد عننا السلبية يا رب ونكون في سلام وأمان بإذن رب العالمين آمين يسعد صباحك وصباحك كيك خير والجبران خاطر دائما يقول جبران خاطر يعني دائما يدفعنا كمان للأمام وقت منقول سلبية وطاقة سلبية نحنا عم نربط اليوم الخوف من كل شي وقت الإنسان بنصاب بالخوف الخوف نحنا بنقول هو شغلة فطرية وطبيعية ولكن في حدود بتعدى الطبيعة وبيروح للتأثير السلبي على المستقبل وعلى الشخص نفسه وعلى الأشخاص المحيطين أدي اليوم التأثير الخوف والسلبي مع بعض؟ طبعا أنا بدي أوجه شغلة كثير مهمة أنه أعرف مصدر هذه الأفكار السلبية اللي عم يصير عندها هي الأفكار السلبية أعرف مصدرها أعرف نوعيتها نمطها طبعا نحنا الأحداث اللي عم تصير معنا منا سهلة أبداً والظروف اللي عم يتعينه كل ياتها دافع لأنها حتى تكون عندي هذه السلبية أو هذه الأفكار السلبية في قانون دائما بيقول ما تكرر يقرر عليك فأنا وقت دائماً بعيش هذه الصورة المأساوية وهذه المعاناة وهذه المشاهدات اللي دائماً عم نشوفها على التلفزيون والأحداث اللي عم تكون والألم كل ياتها عم تسبب لنا دوافع فنحنا لازم نعرف هذا التأثير إن كان تأثير داخلي أو كان تأثير خارجي أمرار كتير بيكون التأثير نتيجة هذه الدوافع السلبية هي نابع من ذاتك أنت عايش بالماضي نتيجة الماضي اللي أنت عايشتيه فهذا الماضي المقلق والمستقبل المقلق فأنت دائماً عم تحيدي وعم تزرعي بينك وبين نفسك هذه المشاعر السلبية اللي عم تخليك دائماً بتوتر وقلق فلذلك نحن غير المصادر الخارجية من تلفزيون ووسائل الألم كل ياتها عم تخلينا نحن بهذا النوع من السلبية المحبطة والملل والأحباط والفشل والآخرين من هالأمور اللي عم تخليني أنا دائماً في مشاعر ألم وحزن معاناة فلذلك نحن يجب علينا أن نعرف هذا المصدر ونحاول قدر الإمكان نسلط الضوء عليه ونحاول أن نراقب هذه المشاعر بوعي لأن عدم الوعي بصير عندي كبت وقت بصير عندي كبت لهذه المشاعر بصير عندي مرض عضوي وجسدي فبيؤدي إلى أشياء كتير بجسد الإنسان فنحن لازم طرد هذه المشاعر السلبية كما قلت حضرتك لأنه كتير بتأثر علينا كيف أنا بدي أطلع من هاي المشاعر السلبية يلي عب شوفها التنفس معلش التنفس ثم التنفس وقت أنا بتنفس وفعمل استرخاء لهذه الضوابط النفسية اللي عبت تصير معي أكيد هذا الشي رح يساعدني أضبط نفسي أضبط مشاعري بالتالي فأنا وقت بتنفس عبخلي هؤلاء المشاعر تطلع أكيد نحن الأفكار بتولد لدانا مشاعر والمشاعر بتولد لنا سلوكيات فكما تفكر طبيعي أكيد ما بصير خاصة ضمن الضرف اللي عمل بيش تماماً يعني إحنا المو طبيعي إنه ما نتأثر تماماً لازم نتأثر وطبيعي نتأثر بس يكون في توازن الحياة بدي توازن ما لشي بدي أرفه وتشغلك الشي اللي بتركزي عليه بيزداد كل ما زدتي أنت مشاعر سلبية كل ما زاد هذا شي طيب صار ما بتمعنا هاي الظروف أنا بقلك كتير قاسية ومنها سهلة وكتير صعبة لكن أنا إذا بدي ظلمي أقعد نوح وجوح وأبكي أنا عبجله بالمزيد لا خليني أقعد حول هذه الطاقة وهي الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية طاقة محبة طاقة امتنان طاقة شكر طاقة افهم الرسالة منها طبعاً نحنا لازم نكون وعيين تماماً لهالمشاعر هاي هاي المشاعر اتقبلها بالدرجة الأولى ما قاومها لأن إذا أنا قاومتها بترجع تنعاد مرة تانية اتعلم منها درس مشان ما يتكرر الدرس وقت بقاومها راح تضل تجيني وتتكرر لحتى أنا اتحرر منها بشكل كامل إذن اتقبلها اتعلم منها سامح وقت بسامح بتخف هاي مشاعر البغض والألم والحزن تالي أخش في امتنئلة في رسالة من هاي اللي وراء المشاعر السلبية ما أجت هيك مشاعر السلبية أمرار كتيري بتنقلب لإيجابية بتخليني يغير بحياتي معناها لازم أقوم بتغيير ما احتوي هذا الشعور شوف شو التغيير اللي لازم أعمله أنا حتى أطلع منه وحاكون أنا بسلام مع نفسي عدم الوعي لهذا المشاعر كارثة عدم القدرة على معرفة حقيقة الكاملة لجواتك كارثة نحنا منلاحظ حتى الأطفال هلا بهذا الوضع بتوتر وبيقلق هلا بدأ يصير هيك هلا بدأ يصير ما بعرف نحنا لازم نخليهم يطلعوا من هذا التوتر سواء كانوا كبار أو صغار خصوصاً للطفل لنعلموا أنه يعمل ارتخاء بدل ما أنا حطله مناظر تلفزيون وقعد أنا أبكي لا بتاع نعمل استرخاء نحط موسيقى نطلق محبة امتنان هدوء لشي اللي عبي يحصل لحتى ما يزداد بحياتنا غير أفكارك تتغير حياتك يتغير تتغير الكون وقت أنت بترتاحي بيرتاح الكون معك وقت أنت بتكوني بسلام تحبوك بلاي أما نقعد نحنا نزيد المأساة أكيد هذا منه صح أبداً كثيراً نحن نقول أنه قدش حلو نكون محاطين بأشخاص إيجابيين ولكن نحن يعني دائماً بحياتنا بطبيعة الحياة نحن لازم نكون الأشخاص يمكن الإيجابيين يعني فيه إخواتنا فيه رفقاتنا بيكونوا مدائين عم بيعانون من مشاكل أو مشاعر سلبية وحالة من القلق فنحن منقلهم نروئ قبل العشرة بتهون طول بالك إلى آخره منلاقي بيقولك أنه أنا كيف بدي يعني يروحي المشاعر السلبية أو كيف أنا بدي يروح هذا القلق إنه هي معنى كبسة زر طب نحن شو مقدر من نسوي له دول الأشخاص هلا في عندي عدة تقنيات عندي تقنيات نفسية وعندي تقنيات حركية حول هذا التوتر إلى حركية قوم ابكي عيت دونها على ورقة اكتبها شوف شو هاي المشاعر السلبية لمنين إجتني حدد نوع هاي المشاعر هل هي مشاعر استحقاق هل هي مشاعر حب هل هي مشاعر غضاء شو بدي أنا لأنه كله أنت كما في الداخل في الخارج إذن اضبط هاي المشاعر في كتير تقنيات اطلع ألعب رياضة للأطفال أنا معلمتهم أنه يحملوا طابة يشدوا عليها يعملوا شي المهم أنه يحيدوا العقل أنه هو يطلع من هذا التوتر إلى أشياء حركية قوم يحضني حدا قوم يبسي قوم يضمي المهم أنك أنت تطلع من هاي الحالة ما تضل بجسمك وصير في عندي تراكمات وصير عندي أمراض نتيجة هذا الشيء لأنه لازم تقبل وإذا ما تقبلت راح ترجع تنعاد مرة تانية وثالتة ورابعة قلنا أيو لأنه نحنا بالحياة أخيار نحنا أختبار إذا ما تقبلنا هذا الأختبار صدقيني الكون راح يرجع يبقى يبقى لنا مرة تانية ونرجع نعمل أختبارات بأي صعيد من الحياة سيد رائدة يمكن أي حدا نشوفنا اليوم ممكن نحنا نتعرض للانتقاد أنه نحنا بضمن ظروف عم نعيشها حاليا ومرأنا بأزمة كتير كبيرة كان في وفيات كان في خراب بالبناء التحتية وكانت كارثة كتير كبيرة على سوريا يمكن اليوم الناس تقول أنه نحنا عم نحكي بعيدا عن الشيء اللي عم يصير ولكن نحنا بضمن الكارثة نحنا عم نحكي اليوم عن الخوف والقلق اليوم كيف نحنا قادرين نحنا نعمم هذه الثقافية اللي حضرتك عم تحكي فيها يعني اليوم نحنا كيف أنا كيف أنا قادرة اليوم أشخاص عايشين القلق بشكل كان مباشر وعايشين الخوف وأثر هذا الشيء على شخصيتهم وحياتهم ونفسيتهم ووحيطهم وكل شيء بحياتهم أنا كيف اليوم بدي أقعدة نفس وسمع موسيقى فرخ نحنا دائما نحنا الشعب العربي دائما عندنا الكبت أساسيات بحياتنا يعني فاليوم من خلال حضرتك يعني كيف بتشوفي هادول الأشخاص كيف قادرين نقنعهم أنه اليوم يغيروا نظام تفكيرهم بالشيء من السلبي للإيجابي أولا أنا حط ببالي أنه الحياة رح تستمر الحياة آجلا أما ستمضي وحط إيمان وثقة برب العالمين لأن الإيمان واليقين والتسليم هني أساس الخروج من هذه الحالة ما لي غير أني أنا اتقيد بالمشاعر الإيجابية أنا ما عبقل حط موسيقى ولعب أكيد لا ومنها صعبة منها سهلة أبدا على هذا هاي الأسه هذا اللي ما بيحس فيه غير صاحبه مثل ما بيقول أبدا لكن لازم يكون عندي تسليم وبعدني عبقلك لازم يكون تسليم لازم يكون عندي نوع من اليقين لأن إذا أنا ما كنت تواثقة أنه هاي الظروف رح تتغير وأنا عندي إيمان برب رح يصير عندي إكتئاب حتى حتى سير عندي إحباط الوسيلة الوحيدة أني سلم وقت بسلم وبعيش التوازن لأن إذا أنا متوازنت ورجعت للأساس ولرب العالمين رح ربي يعطيني أكتر وأكتر نحنا بدورنا وقت نحنا عم نقعد نقول معانا وألم وألم عم نعطي طاقات للكون أكتر رح يرد تكون علينا بطاقات سلبية أكتر وأكتر رح تزداد لا خلي عنا يقين خلي عنا مثل ما بيقولوا إيمان برب العالمين لأنه هذا الشيء رح يخلينا نفقد الثقة بنفسنا وبالي حوالينا وبحياتنا وصير حياتنا سودوية لا خلي عنا إيمان خلي عنا إيمان كون حضرتك ذكرت موضوع قلة الثقة بالنفس أو ضعف الثقة بالنفس كيف ممكن نعرف هذا المفهوم وكيف نحنا ممكن نقوي ثقتنا بنفسنا طبعا بتعرفي أنت نتيجة الظروف اللي نحنا مرينا فيها ونتيجة هالأشياء اللي عبتمر فيها عبتسور طلابنا والناس بشكل عام والحياة فاقدين الثقة ما عد عندهم حتى بصيص أمل معلش خلينا نقول لكم الثقة بالنفس بتنطلق من ذاتك من جوا وقت أنت بتكون مؤمن بقدراتك أحلامك قراراتك إمكاناتك خلينا نقول الثقة هي العمود الفقري يلي بترتكز عليه شخصيتك الثقة هي أنك أنت تكون واثقة بنفسك وإذا ما كنت واثقة بنفسك رح تعيش حياة بائسة العالم ما رح توسق فيك إذا أنت ما وثقت بنفسك نتيجة هاي الصدمات والشدائد اللي مرينا فيها والضغوطات نتيجة البيئة نتيجة المجتمع نتيجة الأسرة رح ينكسر هذا الإنسان ورح يقع تحت أزمة قلة الثقة وبالتالي رح يكون محبط تماما لا الثقة كتير مهمة بحياتنا الثقة مهمة هي سر النجاح الثقة تعطيني تغيير والتغيير يعطيني نجاح وقت بكون أنا عندي عزيمة وعندي إصرار مهما كانت الظروف طلع من مثل ما بيقوله طلع من منطقة الراحة ما كحق كل شي على الظروف إذا أنت بدك تستنى الظروف لتتغير ما رح تتغير غير حتى تتغير الحياة بس تغير أنت من جوا رح ينعكس هذا الشي لبرة خليني يغير أنا من جوا خليني يعيد هي الثقة لنفسي من جديد أكيد في تقنيات كتيري أنا بقدر أنا أقدمها لنفسي أول شي إمنح محبة لذاتي وإقدم نح محبة لذاتي وبعرف نقاط ضعفي وبعرف نقاط قوتي وبقوية وبغير هذا الحديث السلبي والله أنا محبط والله أنا ما رح يطلع معي وأنا هاي الصورة الذاتية اليوميا عم نعيشها يلا ما بدنا ننجح ما بدنا ندرس ما بدنا هاي كلها صورة ذاتية عبي ازداد الكون بيبعتلك أكتر وأكتر وأكتر منه خلينا نحسن عداكي عن هيك أنه دائما هنه تأثير بالآخرين طب ليش أنا عبي أصير معي أنا هيك ليش غيري ما عبي أصير عم قارن حالي هدا كلها ياتو بضع في الثقة بالنفس وبأثر علي بتأثر بكلام العالم والله ليك هلأ صار يفهم صار يدرس صار كذا أنا ما بدي أتأثر اللي الإنسان اللي لازم يتأثر فيه هو أنا اللي لازم تقارن فيه نفسي هو أنا حط حلم هيك بسيط كافي أحالي غير شكلي يعني أقل شي بقدر بعمله غير شكلي غير من مظهري ابتسم ابتسامي لحالة حط لو ما بتقدري ابتسمي ابتسمي خلي عندي أمل الأمل هو أهم شي خلينا حط محبتي مع محبتك خلينا نطلق لهالكون محبة سلام وثقة وأمان دائما مفهوم المحبة هو المفهوم العفوي والفطري الموجود بحياتنا واللي دائما منحاول هيك نصدره للأشخاص الحوالينا ودائما الأشخاص الحوالينا هنهن العامل الأثاسي بيكسب هيئة ثقة وبيهدم هيئة ثقة ودائما نحنا منقول التراكمات اللي ما رأنا فيها بحياتنا هل نحنا اليوم قادرين نفرغ بشكل الصح نتجاوزها وممكن هي أهم مشاكلنا النفسية أنه نحنا فيه تراكمات في حياتنا ولكن نحنا اليوم ما قدرنا نتخلص منها فبتلاقي فيه أشخاص نيرمين بيقولولك أنا بقمة ساعاتي أنا حزين فنفسيا بيقولولك تراكمات فيه تراكمات أنت ما قدرت التعاملين معها صح فنحنا اليوم هيك من خلال هذا الكلام الحلوي اللي سمعنا من حضر ديك نتمنى تكون هيك ورجحنا رسالة كل الأشخاص اللي عم تشوفنا ودائما بطاقة الحب نحنا قادرين أيضا نتجاوز هذه المحنية اللي عم نعيشها وشوفنا كيف كان الحب على الأرض السورية بالأيام الماضية كيف اليوم كيف كان وقيت واحدة وكيف صدرنا هذه الطاقة وهذا الحب شكرا اليوم لحضورك وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرت إياه طاقة الميناء التنان تكفي وطاقة محبة لكم شكرا لإليك شكرا كثير إليك أهلا وسهلا فيك